وقد أكد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام أن الحكومة تعاملت بكل اهتمام مع ملاحظات النواب حيث كان هناك 52 ملاحظة على برنامج عمل الحكومة كانت منها 31 ملاحظة أساسية وأشار الحمادي خلال مقابلة أجريت معه في نشرة سابقة إلى أن موافقة مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة هي نتيجة للتعاون القائم والمستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تهدف إلى تحقيق تطالعات المواطنين عندما تم تقديم هذا البرنامج للمجلس النواب المنتخب ردود الأفعال كانت واضحة من قبلهم أنهم أرادوا أن يمارسوا حقهم في التشاور والاجتماع مع الحكومة ودخلنا في اجتماعات مستفيدة معهم من خلال تصرحاتهم العلامية كان من الواضح أن البرنامج لن يمر بسهولة من خلال المجلس النواب المنتخب بلغة الأرقام اليوم أمامنا بشكل واضح كان هناك تقريباً 52 ملاحظة استلمتها الحكومة من مجلس النواب 31 ملاحظة من ال52 كانت ملاحظة أساسية ورئيسية وبعضها كان يكتنفها الصعوبة أيضاً في قبولها والمباشرة في تنفيذها ولكن ما نشاهده اليوم هو اليوم التاريخي يسجل لمملكة البحرين أن يتم إقرار البرنامج من خلال مجلس النواب المنتخب الإرادة الشعبية اليوم ممثلة في عمل الحكومة الحكومة تنال الثقة من خلال هذا المجلس المنتخب ما حصل هو يرسخ نهج مملكة البحرين الذي أرسى دعائمة وركائز جاية الملك المفدى وهو نهجة التوافق العمل السياسي من خلال التوافق مثل ما ذكرت في البداية البرنامج عندما قدم عرفنا أن مجلس النواب لن يمرره إذا تم العمل معهم بشكل مباشر وبناء التوافقات وتقريب وجهة النظر عن البرنامج بحيث أنه ممكن أن يمر ما حصل هو نتيجة لهذا العمل المستمر مع مجلس النواب من قبل فريق الحكومي المختص والحكومة بشكل عام التعاون مع السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية للحكومة قائم ومستمر وهناك توجيهات مستمرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المؤقر في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء في كل قامعة أن يجب أن يكون هذا التعاون على أعلى درجة ممكنة وأيضا توجيهات السموين العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن يكون هذا التعاون قام من أجل تحقيق تلبية تطلعات المواطنين فما هو موجود اليوم في البرنامج يلامس جميع مناحي الحياة المواطن كان أولوية فيه بالنسبة لتقديم الخدمات له أيضا يمكن أن لاحظنا من خلال التعديلات الأخيرة التي طلبها مجلس النواب خاصة للأربعة عشر التعديل الأخيرة والثلاث عشر كان يصب في هذا المنظور وهو زيادة الخدمات تعديل بعض الأمور الخدماتية رفع عدد مثلا الوحدات السكنية كانت موجودة في البرنامج البداية عشرين ألف تم رفعها إلى خمسة وعشرين مع زيادتها للوصول للمستوى المطلوب وهو أربعين ألف وحدة خلال الأربع سنوات اشتركوا في القناة